نعم بخصوص المؤتمر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حقيقة ستعقد مجموعة من المحاضرات العلمية الهامة سبق أن تواصلنا مع خبراء عرب هم من الخبراء في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وسيقدمون هذه المحاضرات على هامش المؤتمر سيقدم سعادة الأستاذ الدكتور شريف كامل شاهين وهو أستاذ المكتبات في جامعة القاهرة عن موضوع هام عن موضوع نحو خريطة مفاهيمية conceptual map شاملة للتحول الرقمي ومشروعاتها والأدوار المتظرة لعلوم الإنسانية والاجتماعية كذلك سيقدم محاضر الأستاذ الدكتور محمد سيد قايد وهو من مصر أيضا عن الذكاء الاصطناعي الرؤى والتحديات الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة بني سويف كذلك سيحاضر الأستاذ الدكتور علاء زهير من الإمارات ومن دولة الإمارات عن موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعية وقراءة في مستقبل المسؤولية المجتمعية من منظور سوسيولوجي كذلك سيقدم الأستاذ المساعد الدكتور فهد كمال الدين من مصر عن موضوع التحول الرقمي وتأثيره على المجتمع ومكافحة الفساد وهو موضوع حقيقة هام جدا فهذه المحاضرات لها من الأهمية بمكان حيث أن الآن الدول والشعوب والأمم تتحدث وتعطي مساحة واسعة في المؤتمرات وملتقيات عن موضوع التحول الرقمي الذي أصبح الشغل الشاغل وأصبح أيضا له أثر طبعا كبير على حياتنا اليومية وحياة البشر بشكل عام ترجمة نانسي قنقر